شهدت الأسواق التجارية المخصصة لبعاء السلع الاستهلاكية والغذائية والخضروات يرتفع ملحوظا وغلاء في أسعار كميات عديدة من المنتجات والسلع الغذائية من اللحم والدواجن المجمدة والأسماك والغلال والسمن والزيوت والخضروات بزيادة تبلغ أكثر من 10% وهو ما أثار حفيظة المواطنين وأصابهم بحالة من الاحتقان بعدم القدرة على إيفاء كافة احتياجات منزلية بصورة كاملة طوال الأيام الماضية الأمر الذي أثار استياء العديد من المواطنين مطالبين الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التدخل لحل الأزمة فالأسعار هي المحك الأول والرئيس بكل بيت مصري والترمومتر الذي يحدد به المواطن رضائه عن أداء الحكومة بعدما زادت الآمال والطموحات بعد ثورة يناير في تحسين الأحوال المعيشية والعدالة الاجتماعية وأصبح المطلب الأساسي لمعظم فئة الشعب المصري هو القضاء على غول الأسعار الذي توحش بصورة مفزعة في الفترة الأخيرة وأفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفع معدل التدخم السنوي في أسعار السلع الاستهلاكية خلال شهر إبريل 2017 إلى 32.9% مقارنة بشهر إبريل من العام 2016 فيما بلغ الرقم القياسي لأسعار السلع الاستهلاكية الإجمالية الجمهورية بمعدل التدخم الشهرية 242.7 لشهر إبريل الماضي مسجلا ارتفاع عن الشهر السابق له مباشرة بنسبة 1.8% وأرجع جهاز الإحصاء أسباب ارتفاع معدل التدخم خلال شهر إبريل إلى الارتفاع في أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 7.2% ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.5% ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 7.9% ألوة على ارتفاع أسعار مجموعة الفكاهة بنسبة 4.6% والوجبات الجاهزة بنسبة 0.7% ارتفاع جنوني بالأسعار دفع مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن إلى عقد عدة اجتماعات مع كبار التجار وأصحاب المحل التجارية الشهرية لبحث خفض الأسعار قبل شهر رمضان واتفقت القيادات الأمنية مع أكلاء وزارة التموين في المحافظات بإشراف الدكتور علي مصلح وزير التموين بطرح كميات كبيرة من السلع الغذائية خاصة للسراتيجية من خلال السيارات المتنقلة تابعة لوزارة التموين لاستهداف القرى والنجوع في الأقاليم